أستاذ أسماء عليكم سبحانه وتفضلي فضل ونعم الحمد لله هو مش سؤال بس هو أنا عايز أقول له حضرتك إيه زي الواحد يحسن نفسه أشيخ عمري من الحسد والحقد والغيرة وأي حاجة حواليه مش كويسة هقول لك حاجتين حاجة الأولينية في عندنا حاجة كده أساسية اسمها إن البلاء موكر بالمنطقي يعني إن البلاء موكر بالمنطقي خليكي حسنة الظن إن أنت ما بتتحستيش حتى لو بتحصل لك حاجة هتبريها ما بتفوقش موجودة في ناس بتخلي الحسد يلزق فيها وبتخلي الحقد يلزق فيها وبتخلي الأزى يلزق فيها إزاي لما يسيء الظن إن هم الوحدهم وربنا مش حفظهم ربنا وعدك وقال لك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يبقى أنت خلي بالك وخليكي في حمى ربنا أليس الله بكافر عبدة يبقى دي أول حاجة إن البلاء موكلهم بالمنطقي البلاء موكل بإيه؟ زي ما أتفكري زي ما هتتكلمي هيحصل لك البلاء فبلاش تتكلمي دايما بالحاجات الحلوة وعلمونا مثلا لما حدنا نضرب مثال ما نضربسي مثال حلو وحش علينا يعني نقول والله واحد تحرق نفترض أنا تحرق ما نقولش كده فإن البلاء موكلهم بالإيه؟ بالمنطقي دي أول حاجة الحاجة الثانية يا ستي قبل النوم اقرأي سبع مرات الفاتحة واقرأي المعوذتين واقرأي قوله والله وأحد سورة الإخلاص سلاسة مرات وإن شاء الله ربنا يجنمك كل المكاره وتبقي في حال في حال نعمة وبركة وابنك الطفل دوت وكمان الأسر الكريمة تكون في أحسن حال شكرا جدا وين ان جدا